منذ عام 2003 وحتى الآن يعيش العراق نظاماً سياسياً لم ينجح في التعامل مع مشاريع التنمية الحديثة وبرامج الاكتفاء الذاتي واقع حال أقرت به الحكومة الحالية فسهرعت إلى تقديم مشروع قانون قالت إنه للدعم الطارئ للأمن الغذائي إلا أن القانون لم يتطابق اسمه مع محتوى وفقاً لأعضاء سابقين في لجنة النزهة النيابية حيث أكدوا أنه يتيح لوزارة المالية الاقتراض الداخلية والخارجي وإغراق البلد بمزيد من الضيون حيث يذكر القانون أن أحد موارد الصندوق سيكون من الأموال الفائضة عن إجمالي النفقات الفعلية للسنة الماضية وهو موارد وهمي بحسب المراقبين لكون إنفاق الموازنات يكون في الغالب أكثر من الحاجة الواقعية بكثير وتحت عنوانات مبهمة تسهل الهدرة والفساد المالي فضلاً عن وجود عدز يصل إلى أكثر من ثلاثين تريليون دينار سنوياً بسبب تذبذب أسعار النفط عالمياً حيث يمنح وزارة المالية الحالية صلاحية الاقتراض للمشاريع بقيمة عشرة تريليون دينار الأمر الذي يعني زيادة الاقتراض الخارجي بأرقام خيالية خبراء أكدوا أيضاً أن القانون يمنح صلاحية تحديد المشاريع من قبل وزارة التخطيط الحالية وهو ما يثير الشك في احتمالية تحكم الجهة السياسية التي تتولى وزارة التخطيط في هذه الأموال لحسابات ضيقة تفتقد إلى العدالة كما يمنح القانون الاستثناء بالصرف خارج ضوابط قانون الإدارة المالية ويرى خبراء الاقتصاد أن قانون الأمن الغذائي يعفي المشروعات المشمولة بهذا القانون من الضريبة والرسوم الجمرجية ما يعني باباً جديداً لفساد الأحزاب والميليشيات وتفريطاً واضحاً بإيرادات غير نفطية مهمة تؤثر على سوق العمل وتزيد من أعداد البطالة المتفاقمة أصلاً ترجمة نانسي قنقر